وبعدين طبعا احنا لازم نتكلم عن ماما ماما اللي عاشت الريح لدي كلها لكن انا عايز اسألك كنت سؤال تاني انت كنت حاضر الفترة بتاع الاخوان لما تولوا الحكم وكان هناك صراع وحور شهير جدا عندما ذهب الرئيس المعزول محمد مرسي الى الدكتور كمال الجنزوري وكان هناك ضغوط وخلافه كيف كانت هذه المرحلة في حياة الدكتور كمال الجنزوري ليه كان اساس خيري بس انسانيا ونفسيا هو عايز نتكلم يعني طبعا الفترة دي كانت فترة صعبة على مصر كلها وفترة تولي دكتور كمال الرئاسة الوزارة الفترة التانية دي كانت من 7 ديسمبر 2011 الاثنين اغسطس 2012 واللي اشتهرت بحكومة الانقاذ يعني الفكرة دي فيها انجازات كتير وفيها صعوبات كتير ويمكن اهمها كان نزيف الاحتياطي الاجنبي اللي كان حاصل في مصر يعني وصل لتنين مليار دولار في الشهر ويمكن اول علامات الاجتهاد بتاعت الرئاسة الوزارة الجدي في الوقت الارترة دي كانت يعني لما اول مرة يتعاكس الاحتياطي النقدي بالزيادة في مارس 2012 وكانت زيادة 100 مليون دولار وانا انا فاكر ان الوقت دوت انا انا ذكرت المسال ده بالذات لان هو زي ما قلت الحاجة جدي عمره ما كان سياسي وطول عمره شغله الشاغل مصر بس وضع ان انت سياسي اوكي انا بسياسي برد الله بس هو شغله الشاغل فعلا كان مصر فهو كان كل تركيزه رايح في الحتة دي الضغط بتاع الاخوان انا عايز اعرف حالته كانت في البيت كان بيبقى متوتر كان ما بتشوفهوش كان بيكلم في التليفون اكثر انا زي ما قلوه حضرتك يعني جدي كان عنده ملفين هما اللي شغلينه الاقتصاد والامن ازاي نقدر نرجع الامن للشارع ازاي نقدر نوفر الف و سومئة عربية امن ازاي نقدر نعمل ده انا عارف ان كان في لقاءات مطالبات بينه وبين ازاي ما حيك قلت رئيس المعزول المرحوم اه محمد مرسي وكان فيه كمان مطالبات من خلال الاخوان في الوقت ده وقت ان يكون فيه استمرار في الوزارة ويمكن كمان كان فيه سناء يعني حصل من السيد سعد كتاتني و السيد محمد مرسي في حق جدي وفي المكهود اللي بازلوا قابليها ولكن هو احتراما لمنصبه ولما تاريخه ولما زهبه السياسية وقناعة منه انه هو زي ما قوله حضرتك ادى دوره في الانقاذ في الوقت ده اعتذر ان هو يكون طرف من ده في الوقت اللي بعد كده وظن ده كان قرار صائب يعني وكان شايف المرحلة دي حتى بقيه طب سوال يا كريمة هو انت بتقولي انهم عرضوا عليه الانضمام للاخوان يعني ده شيء طبعا في علم الغيب ولكن يبدو انك استشفيت هذا يعني انا كنت بحاولي استشف منه ولكن طبعا انا مقدرش شارك يعني تفاصيل لم تكن علنية هنا ولكن لم تكن علنية ولا مش من حقك تتكلم فيها لا مش من حقك تتكلم فيها طبعا ولكن ولكن ده اللي كان واضح في الصورة لكن ممكن ان يفهم ان في وقت ملاقات حولوا اغراءوا بالانضمام للجماعة اه ولكن جدي حتى بالرغم من هو ميوله السياسية والاقتصادية وحبه المتفاني لمصر بعيد الهوى عن هذه الجماعة الا ان برضو عدم قبوله للدور دوت بالشكل المباشر ولكن هو طول عمره قافل على نفسه باب وقعد بيكتب يعني افكاره واراءه وبيشاركها مع كل الناس بصرف النظر هو متفق معهم ولا مختلف ودي اكتر حاجة تبين دوت وتعليقه على الفترة دي او كان شايفها رايحة الفين كان توقعاته ليه ايه كان بشاركه كان خايف لا اكيد كان عنده تخوفات طبعا واكيد كان وتاني نفس الحاجة هو كان مهتم بالاقتصاد وكان تخوفه جاي من الحتة اللي تخصه كانش الان على الوضع سياسي لمصر يعني هذه القيادة ممكن تكون غير ملمة بمفاتيح دولاب العامل مصري نرى نغيب الكنتبا